كففان الكي الملك واثنين وثمانين الفلاح بكلفة جملية حوالي ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون دينار هذه تم طرح وخلت فلاح الصغار هذا ما يعود ويدخلوا في المنظومة يعني التمويل والإنتاج نفس الشي بالنسبة اللي هم أكثر من خمسة الاف دينار من أصل الدين يعني تم مقترح حوالي مراجعة أو إسقاط فوائد التخير واللي هي تم إعلانها يوم 12 مايه 2016 عندنا تدخلات أخرى على مستوى المحروقات صحيح كنت نشبدو الموضوع المحروقات اللي هو عنده سنوات ما تمسش 72 ملي من اللتر يعني وقت لي كانت سعر اللتر مزود بـ 340 وطوى سعر بنعرفوه ما عندها طلع بصورة كبيرة لما حال احنا عنا ملف في المجال هداية قدمناه رئيس الحكومة وإن شاء الله نشوفه في أسرع وقت ثم دعم على مستوى البذور وتعرف انطلاق كل موسم يتم بعد ما يتم مجلس وزاري في المجال هداية والموسم اللي تعدى كان مجلس وزاري يوم 1 سبتمبر 2015 وتم إقرار الإبقاء على تسعير البذور الحبوب وإبقاء على تسعير الأسمتاء دعم آخر على مستوى ربما المياه الري أو تعرف المياه الري وقلي فلاحي يكون عنده بئر ويتم الضخف ثم تسعيرها تفاضلية بالنسبة للفلاحة تسعيرها خاصة للكهرباء بالنسبة للفلاحة بالنسبة للحبوب والأعلاف المياه اللي يخذوها الفلاحين اللي عم نوريها هو العلاف بنصف التسعيرها العادية ونقطة أخرى من دعم الفلاح هي الإجاحة فترات الإجاحة ترجمة نانسي قنقر